اهلا بكم كم من المضحكات هي مبكيات يعني اللي احنا شايفينه اه يبدو فيه وعملين هما الباك جراوند بتاع ضحك الاساس ان حاجة كوميدي لكن هي مش حاجة كوميديها البنت دي بتعذب الشخير يا جماعة مرض خطير جدا جدا ومرض يعني برضو من الامراض الحالات المرضية اللي احنا بنحاول نطلع من دماغ الناس على انه موروث فكرة الشخير انه حاجة اللي بيشقر هو نايم بيشقر هو نايم ده عده حالة مرضية شخير هو نايم ده يخليك يجيلك ارتفاع في ضغط الدم يأثر على قدراتك العقلية دي مهمة جدا يعني اللي بيشقر بشكل مزمن بقاله فترات طويلة طبعا بيبقى مزمن قدراته العقلية الحقية مش هي اللي بيعيش بها دلوقتي طالما محلش المشكلة هو اكثر ذكاءا وقدرة على التركيز من اللي هو فيه دلوقتي لو هو مثلا محاسب في بنك والتركيزه كويس من الساعة تسعة الصبح لغاية الساعة واحدة وبيبدأ يهنك من بعد الساعة واحدة هو نفسه يقول كده لا لو ما بيشقرش هتلاقيه شغال كويس جدا لغاية الساعة 4 أو 5 ما عندوش اي مشكلة هتلاقيه بيزهر وبيحل مشاكل بشكل افضل وبيحل وبيرد بشكل فيه هدوء لكن طالما بيشقر هتلاقي كل ده مش حاصد ضغط الدم المرتفعة ده لو واحده في كل كتب في كل كتب موجود فعشان كده اللي انتو بتشوفوه دلوقتي وبتضحك فيه لا ده مأسايا بقاش مأسايا لا يدركها الا الانسان اللي بيشقر واللي قريبين منه اللي قريبين منه تعالوا نهارده نقرب من هذا الامر بدقة شديدة ونفهم ما يتعلق بالشخير والخنقة والنوم وكل ما يتعلق به مع ضيف العزيز الذي يبدأ في حواره دائما وامتعنا بهذا الحوار العلم الراقي جدا واحد من الاسماء المتميزة للغاية في هذا العالم على مستوى مصر طبعا والوطن العربي ضيف العزيز الأستاذ دكتور هشام إبراهيم استشاري الأنف والأذن والحنجرة صاحب دكتوراه الأنف والأذن والحنجرة والاستشاري العلاج بالليزر من جامعة القهارة وزمالة الجامعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم والأستاذ الزائر بمستشفى ريالكر العلمي بالخرطوم أهلا بك يا دكتور هشام إبراهيم أهلا يا طرق أيمن ونورني أهلا بك كنا قبل الهوا بيحكي لك قصة مهمة جدا عن حد بشخر في رحلة أنا شفت بقى الشخير ده بتعرف المفاجأة إن الواحد يروح رحلة مثلا شبابية في كامب مثلا أو في بتاع فتقعد في مكان أو في قوضة مزدوجة فتلاقي حد جنبك بشخر مصيبة صوتك صح؟ أكيد أكيد لما شفناها ده أكيد أكيد أولا أنا أبشكر حديثك جدا على المقدمة الرائعة اللي حياتك قلتها شكرا وحديثك تتكلم الحقيقة أنا دار في زهني يعني جملة كده إن أنا بحمد ربنا على توفيقه إن الواحد اختار هذا التخصص الدقيق النادر واللي الواحد بقاله فيه بفضل ربنا لغاية النهاردة 30 سنة في مجال الشخير من سنة 90 أو 91 بالضبط والواحد بيدرس وبيشتغل وبيفحص مرضى الشخير أيام ما كان الكلمة الشخير أما أقولها للحد كانت كلمة عيب لما أقول لحد جايلي هو وزوجته وأنت بتشخري تروح حطة وشها في الأرض وأقول له أنت بتشخري روح حطة وش في الأرض وكأن تنتكلم في موضوع يعني لا يمكن أوعب جدا إحنا نتطرقه الحمد لله فضل ربنا يعني بعد 30 سنة النهاردة موضوع الشخير أصبح أصبح الناس عرفت أهمية الشخير وهي اللي بتيجي النهاردة تقول لي أنا عندي كذا يتيجي مسجلة لنفسها وهو ييجي مسجل لنفسه والموضوع النهاردة الحمد لله في طريقه لل مش تقول للحل لأ الحمد لله النهاردة بخبراتنا اللي بقالها فترات طويلة بالأجهزة الحديثة بمشاكل الشخير اللي بتدت يعني تنتشر وابتدت الناس تعيها بفضل طبعا ربنا وبفضل برنامج بتاع حضرتك الحية على مستوى الوطن العربي والعالم النهاردة ناس كتير جدا أنا مش هقول من برى مصر أنا هقول من برى الوطن العربي كله من أمريكا ومن أوروبا ومن كل دول العالم بتيجي عندنا بفضل الله في المركز عشان شايفة الكلام علمي شكله عامل إزاي النتائج بتاعتنا شكله عامل إزاي وجهي العملة واحدة الخنقة والشخير الناس برضو ساعاتي عبروا عن كده ولكنه بتخنق هو نايم هو الشخير بالنسبة له ده ظاهر شيء صوت لكن الخنقة ده عايزين نفهمها أكثر شوف حضرتك الشخير يعني الشخير زي ما بيقول هو موضوع متحرك ديناميك يعني العيان أول ما بيجي لي يقول لي يعني مثلا أنا من عشر سنين وأنا بشخل طب النهاردة أول سؤال طب النهاردة شكلك عامل زي يقول لي لا ده أنا النهاردة بتخنق طيب يعني من عشر سنين كان فيه شكوى والشكوى بتتحرك لغاية النهاردة ابتدى يحصل اختناء لكن هو السؤال اللي بيخلي الشخير العادي أو الصوت يتحول لاختناق الفترات الزمنية الطويلة ودخول وخروج الهواء في أماكن محددة باختناق وبسدة بيخلي الأماكن دي تتحرك حركة غير طبعية زي مثلا فتحة البق ودخول الهواء وخروجه من فتحة البق بيحرك حاجات كتير بيحرك سقف الحل وبيحرك الهواء وبيدخل في منطقة الحل وبيدخل في منطقة اللسان وبيدخل في منطقة اللوز وبيدخل في منطقة لسان المزمار دخول الهواء في غير مصاره بلخبة الدنيا في غير مصاره بلخبة الدنيا وهو ده اللي بيخلي الشخير يتحول من شخير بسيط لشخير عالي لخنق كلمة خنق عندنا يعني في سدة موجودة زي ما حياتك شايف جده بالظبط في سدة موجودة في مقرى التنفس السدة اللي موجودة في مجرة تنفس دياً هي دي اللي بتعمل الخنقة ليه؟ لأنه بيحصل تراهل سقوط في سقف الحلق تضخم في اللزان وبيقفل مجرة تنفس فخلاص الواحدة يتنفس منين طالما المجرة تقفل بتاع التنفس فبتحصل الخنقة فبتحصل توقف النفس يحصل توقف أكسوجين الناس النهاردة ما شاء الله عليها بقيت تيجي بتشرح حالتها بطريقة علمية يقول لي أنا النهاردة بيحصل لي توقف نفس ونتيجة توقف نفس بيحصل لي كذا وكذا وهو ده الفيديو اللي احنا شايفينه ده في منطقة الخطورة هو ده توقف نفسه ده الأكسوجين بتاعه لغاية درجة معينة المخ بيبتدي يعمل ألارم يعمل جرس إلحق أكسوجينك L لما بيقول الألارم ده أو جهاز الإنذار أكسوجينك L على طول بتوصل إشارات لعضلات التنفس اللي في السدر العضلات يبتدي يتحرك ويبتدي الشخص يرجع مرة تانية يتنفس وهو ده اللي بيحصل هو الممثل ده ده ممثل طبعاً بيمثل أوفر أكتينج شوية ساعة تبقى أقل من كده بس هي بتبقى عنيفة يعني هي مش طارد يروح جاي قافش في السدره لكن هو بيكح كده وبييقوم مرة واحدة يعني كأنه اتطرب في النوم يعني بتبقى في الطيارة أولاً ما تكون حد من اللي بيشخره في الطيارة لا ده بتبقى مأساة بتبقى مأساة وخصوة لو طيرنا فترة أيوة آه يعني أنت لو طير لأمريكا مثلاً أو طير للصين لأ ما هو ده 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 فترة تمانية طويلة لا ده 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 مشكلة حقيقية بتقابلني لجاء الأعمال ييجي يقول لي أنا مشكلة الحقيقية وأنا في الطيارة آه بالظبط ليه يقول لي أنا أولاً ما بحبش هنام بفضل صحي بصحي نفسي غصب عني بس ما بقدرش ما بقدرش لأنه لو نام لو نام تخيل حياتك صوته بيعلى على صوت الطيارة آه هو بيدايق اللي في الطيارة كلهم بالظبط كده محدش يقدر يستحمله بصوتش خير وخاصة في الطيارة الطويل بيعمل قلق للناس كلها فتخيل حديثك هذا الشخص اللي بينام فيهو على فكرة ده كمان إيه ده نام هو قاعد نام هو قاعد ده يعني صوت الشخير والخنقة أقل بالكثير خمسين في المية أقل من لو هو نام على ظهر تخيل ده في قط النوم شكله عامل إزاي بصة مرعبة اشرح لنا العملية بقى يعني العملية لماذا تطلقون عليها عملية تفصيلية تيلور تيرجري شوف حديثك يعني الحقيقة يوميا بيجيلي على البيتش عندي وعلى الشانل على يوتيوب أسئلة لا حصرة لها عملية الشخير تكلفنا كام قولنا عملية الشخير تعمل إيه بص حديثك هو في عملية محددة اسمها عملية شخير في عملية محددة اسمها عملية استقصال لوز في عملية محددة اسمها عملية تقويم للحاجز الأنفي لكن عملية الشخير هي عملية متغيرة متغيرة يعني إيه؟ يعني هو السؤال الأول هو إيه سبب الشخير وإيه سبب الخنقة؟ ده ده أول سؤال وأصعب سؤال وأصعب حاجة في شغلة في شغلة يعني الطبيب المتخصص في إجراحات الشخير هو التشخيص إن أنا أعرف السد ده فين لأنا لو معرفت شخص مش أعرف عالج ولو شخصت غلط عالج غلط والعيان مش هتحسن فالتريك كلها في كيفية التشخيص الصحيح عشان كده عمليات الشخير عمليات متغيرة جدا متغيرة من وراء بشخص ومتغيرة بنسبة طفيفة جوة قط العمليات كتير جدا كتير جدا ببقى أنا داخل قط العمليات وعامل حسابي إن أنا هعمل 1-2-3 أدخل قط العمليات يطلع لي 4 يطلع لي 5 العيان هو نايم مختلف ولما بعمله بالخبرة بقدر أعرف إذا كان نسبة التجميل اللي أنا بعملهله نسبة يعني شد سقف الحلق شد عضلات الحلق الكلام ده هيجيب نتيجة ونتيجة كم في المية فعمليات الشخير بتبدأ من بصوا هيتك شايف الفتحة الأنف الخارجية دي بتبدأ منها ليه؟ احنا قلنا سد سد يعني سبدأ من أول فتحة الأنف الفتحة دي فيه حد يجيلي وعنده حجز أنفي معوك لكن مع الحجز أنفي فتحة أنفي واليمين أكبر من الشمال وفتحة ديقة بنتبطر إن أنا وسع له الفتحة عشان دخول الهواء دخول الهواء ده هو الكي بتاعنا فمن أول فتحة الأنف في الأول الغضرية في الغاية الحجز الأنف في لللحميات للسقف الحلق للهاء لللوز لللسان للغدد اللسانية لللوز اللسانية حاجات كتير جدا بتعمل مشاكل شخير وخانا فعملية الشخير عملية مركبة وكمان الأجهزة اللي إحنا بنشتغل بها دلوقتي نهاردة كل يوم بتدخل جهاز جديد نهاردة كان زمان كنا بنقول لازر نهاردة اللازر بقى دوره صفر في موضوع الشخير وموضوع عملية الشخير نهاردة بقى عندنا الكوبليشن بما له من مميزات بقى عندنا الراديو فريكونسي بما له من مميزات بس ده راديو فريكونسي غير أي راديو فريكونسي ده راديو فريكونسي آه لا يعني مخصوص لي بالضبط المنطقة دي ده الكوبليشن النهاردة ما شاء الله الناس بقت عارفة شكل جهاز شكل عمل إزاي جهاز الشيفر النهاردة أدخلناه وعمق بيعمل طفرة في التدخل لغضاريف الأنف والتدخل ده الجهاز الشيفر باليد بتاعته طفرة في عمليات الغضاريف طفرة في عمليات اللحميات طفرة في عمليات اللسان إن احنا بنأكل جزء من اللسان وجزء من الليوزة اللسانية بالشيفر النهاردة وفي ثواني النهاردة العيان عملية الشخير زمان وده جهاز الشيفر وهو بيدخل داخل داخل الغضروف وبيأكل منه من الداخل عشان يقلل حجمه النهاردة ما بقناش نشيل الغضروف خارجيا بقنا نقلله داخلين عشان نحافظ على الجدار الخارجي ووظيفة الانف ووظيفة جدار الانف وقدر الغضروف هو الشيفر يعني الكاشت الكاشت بالضبط جاي من شيفنج الحلاقة بس ضبط ده خلينا اروح برضو اسمع المريض يعني المريض هو بيتكلم بيعبر بتعبيرات ربما تكون هي خاصة بيه وانا بعتقد ان كل مريض له تعبيراته خاصة ولذلك كل مريض لوحده يعتبر تجربة فريدة في حد ذاته فتعالوا نسمع مع بعض بسواتي جمال ماذا يقول انا بقالي اكتر من خمس ست سنين او اكتر ان انا بموت وانا نايم من النفس ومش عارف حاجة انا معرفش اصلا عندي ايه وانا نايم نقوم فازع كده نروح واقف في الشقة مش عارف انا عندي ايه كل اللي اعرفه ان انا مش عارف اتنفس فبدأت بقى ايه ناخد نفسي من حنكي ونلاقي حنكي داكي انك كبس وطراب فيه طراب من جوا نقوم نبلي ريق بشوية مياه نطمض مض وحنكي ناشف ناشف وشفايفي من قدام ناشفة من الهوى اللي باقوده من حنكي فطبعا بدأت ان انا نسأل على الحاجة اللي عندي بدأت نسأل الدكاترة بتاعت الانف والاسن عندنا في اسكندرية كل اللي نروح له يخوفني كل اللي نروح له نسيب دا ونروح لده يخوفني يقول لي عملية خطرة عملية خطر دي واللي يقول لي دي خياطة وتقطيع وتجريح علقة في واحد قال لي دي علقة جامدة احسن ما تعملهاش احسن ما تعملهاش طبعا احسن ما تعملهاش طب اعمل ايه قال لي هات جهاز الجهاز دا بخمسة وعشرين الف جينة او بعشرين الف جينة تحطه في البيت خرطيم وحاجات وانا سوق نقل بسافر بسيب البيت بالاسبوع برا هناخد الجهاز معي هناخد معي الجهاز طب هعمل ايه بموت فطبعا الدكتور كشف علي ودخل عشان نعمل العملية طبعا أنا خايف كل اللي نقوله يقولي عملية خطر خطر يعني جاي وأنا ما اطمن من غير ما نشوف الدكتور هشام ليه كنت نشوف الحالات اللي بيعملها في التلفزيون اطمنت ده اللي جابني ففعلا جيت قعدت هنا بتاع ساعة ساعة ونص ولا ما يكملش ساعتين لقيت لقيت العملية عملت فين العملية العملية عملت عيالي بيقولولي مطلع طبع فل كده مطلع يجي نص كيلو حاجات من زوري ومن بقي من جوه ايه هي انا معرفهاش لوز على غدريف على حاجات على لحميات على حاجات يامعاوي طلع من زوري كل ده انا ما حستش بيه في تعبير قاله مهم جدا جملة مخيفة قالها جملة خوف من سواء نقلت قيل ده 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 كلمة دي مهمة جدا كارسة اه ده مكنسوه هو ينامه هو سيد ده اللي حصل ده اللي حصل اه ما ليه ده يموت ناس طبعا اه طبعا طبعا الشخير والخمقى وقلة النوم والسواءة قصة قصة مرقصة في منتع الخطور قصة في منتع الخطور تؤدي الى موت الشخص وموت أشخاص آخرين بسببه في النقلت ايد لا هيعمل هيعمل كارسة كمية بالظبط كده بالظبط اولا يعني انا طبعا يعني العفوية في كلام المريض زي ما حديك قلت قبل ما تقدمه مهمة جدا كل إنسان له قصة الواحدة بالظبط كده وهو بيحكيها يعني هو دلوقتي بس إنسان في جملة في الأول اللي قالها مهمة قوي اللي هو أنا أنا حاس إن في حاجة بتقول أنا مش عارف ليه وبعدين تعبيراته علمية جدا قال لك أنا بدأ بدأت التنفس من المقفة بدا يجيدي دهيدريشن سيمتوم اللي هو قالها دي حالات بسبب التنفس الفمية بيحصل له جفاف الناس معلوماتها الطبية اترفعت فضل ربنا طبعا يعني أهم حاجة بس نفهم إن كل يعني حالة لها تيلور ثير يعني لها تفصيلة جراحية خاصة بها صح كده؟ أكيد أكيد كل حالة مختلفة على التانية تماما مفيش حالة زي التانية أنا لو عملت خمسين حالة كل حالة التدخل ساميك جراحي بغض النظرة الأجهزة اللي بنستخدمها التدخل مختلف تماما أصعب ما في عملية الشخير أصعب حاجة التشخيص والتجميل يعني بنيجي نعمل عملية مثلا الحاجز الأنفي الحاجز الأنفي سهلة كده سهلة ليه؟ لا بيتعامل بنسبة نجاح 100% وكل حتة فيه بتتضبط خلاص منفعش واحد اللي يعمله بنسبة يعني تقويم 90% العملية فشل فإحنا بنسبة 100% سهلة لكن هو الصعوبة والخبرة في التجميل في الجزء بتاع سقف الحلق والجزء بتاع العضلات الحلق والجزء بتاع الأنف وما بين الفم الجزء ده هو الجزء اللي بيبقى ديق الجزء الرخو ما بين جزئين عظميين زي ما بيقول فهي القصة كلها في الحتة طبعا ما بقيت الحاجات لكن أنا بقول الخبرة بتتدخل في الحتة دي بنسبة 100% تعالوا بقى ننهي بفيش أعجمال من أنه ما بعد ذلك ماذا يقول بعد إجراء هذا البروسيدر الجراحي المهم جدا كالعادة نورتنا وأبدعت بلا بوجودك يا أكتور أين ضيفي العزيز الأستاذ دكتور هشام إبراهيم استشاري الأنف والأزور والحنجرة صاحب دكتوراه الأنف والأزور والحنجرة ولا لك بالليزر وزمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم والأستاذ الزائر بمستشفى رويل الكير بالخرطوب كان ضيفي في واحدة من حلقاتنا الجميلة سبكوا بقى مع المريض اوعى تكون بتشخر وانت نايم وامطنش اوعى خليكم مع الدكتور